بسم الحوثين في مؤتمر الحوار الوطني وعملت عشرات لم يكن مئات المقابلات التلفزيونية والكتابات وكنت أعتمد لأني رجل سياسي ورست ميداني لم أطلع على الأمور من الميدان لكن كان عندي ثقة شبه كاملة فيما ينقل إلي من معلومات من الجماعة عبر مكتبها في صعدة وكنت أصدق ما يأتيني منهم ومن ضمنها موضوع القشيبي الذي آلمني كثيرا التسجيل الصوتي الذي نشر مؤخرا وأظهر أنه تم إعدامه وهو رجل كبير في السن ومقعد وتم إعدامه والسخرية من عملية الإعدام وأنهم قاموا بتحويله إلى فتافيت والذين قاموا بإعدامه ثمانية أشخاص وليس واحد بمعنى أنهم إذا أفرق كل منهم ما في بندقيته فسيكون القشيبي تلقى أكثر من 240 طلقة هذا الأمر أصابني بالرعب وجعلني أراجع كل مواقفي السابقة وقلت طالما المعلومات التي نقلت عن القشيبي كانت مغلوطة مع أني حاولت التأكد منهم أكثر من مرة وقلت إذا كان الرجل تم إعدامه خطأا أو تجاوزا من أحد الأفراد فلا تورطوني في التصريحات فأكدوا لي أن الرجل وجد مقتولا وللأسف كنت أظهر في القنوات وأدافع تحت ستار هذه لكن وقتها لدي شك إنما حاولت أن أتأكد مئة في المئة لأنني أعرف أنه أحيانا تحصل بعض الأخطاء من بعض الأفراد بمعنى أن يتم تجاوز أو خطأ أو يقتله أحد الأفراد المتحمسين لكن الذي صدمني أن العملية كانت مدبرة وأن الأمر كان من يوسف الفيشي مباشرة لأنه لو أن هؤلاء الأفراد الذين قتلوه عندما تحدثوا مع يوسف الفيشي لكان أنبهم وكان عاتبهم وقال لهم كيف تقتلون أسير لكنه قال هذا نصر من الله الحمد لله على هذا النصر وكان هناك الكثير من عبارات السخرية أثناء تلقيهم للحديث والقشيبي قال لهم عندما وجهوا البنادق إلى صدره يا سبحان الله عليكم وهذه كلمة عند اليمنين كبيرة جدا بمعنى كيف توجهون السلاح إلي وأنا أسير حسين الحوثي قتل بهذه الطريقة وقال نفس الجملة لمن قتله وكنا ضد هذه الجريمة ولازلنا ضدها فكيف يكرر الحوثيين هذه الجريمة أختي الكريمة أنا آلمني هذا المشهد كثيرا لماذا؟ لأنني كنت أظهر في القنوات أقول أن القشيبي وجد مقتولا نتيجة المعلومات التي أعطيت واليوم أقول أن الكثير من المعلومات التي أعطيت لي في دماج في صعدة في عمران بالتأكيد حتما كان جزء منها إن لم يكن كلها مفبرك وبالتالي أنا ملزم اليوم أمام المشاهدين وأمام المواطنين اليمنين بتوجيه اعتذار عن كل حرف وعن كل كلمة قلثها وكل حرف كتبتها وكل مقال ذكرت فيه دفاعا عن الحوثيين بناء على معلومات مغلوطك التي وصلتني من القشيبي أنا كنت أعتقد أن هذه الجماعة تقاتل وجها لوجه بغض النظر عن الأخطاء التي تحصل في المعارك لكنها معارك رجولية رجل للرجل يتجاوزون أنا لا أقول أن القشيبي ملاك لكن القشيبي رجل قاتلهم وكانوا يفترض أن يقاتلوه وإذا تمكنوا من أسره لا يفترض أن يتم إعدامه لذلك أنا أعتذر لأبناء صعدة لأبناء عمران أعتذر لدماج لتأز لعدن لأن هذه الجماعة طالما فبركت هذه المعلومات الخاصة بالقشيبي فبالتأكيد أنها فبركت الكثير من المعلومات الأخرى وكنا نظهر في الجنوات ولا نعلم ما الذي يدور حقيقة المشكلة أختي الكريمة أنهم عندما سمعتوا هذا التسجيل يتحدثون ويقولون الحمد لله أن هذا نصر من الله لا أدري في أي عرف أن يكون إعدام أسير نصر من الله وأن هذه المسيرة القرآنية هل من مسيرة القرآن أن نعدم الأسرى أن نسخر من جثتهم هل تعلمين أن أحد المتصلين بيوسف المداني قال له سأأتي لك بجثة القشيبي لتتعشى عليها وهو يضحك ويسخر من جثة رجل مقعد كبير في السن عاقدة ومنتجمة ولا تحمل الثقافة القرآنية كما تقول ولا تحمل هم يقولون أنهم مسيرة الإمام علي مسيرة رسول الله مسيرة الإمام الحسين هل يمكن أن يقوم الإمام علي بتعليم أحد أفراده الكذب يعني يعدم أسير ثم يقول لهذا الشخص انكر أنك أدمت الأسير وقل أنه وجدت يعني أنا أستغرب كيف يعني الحثين طالما ارتكبتم جرائم لا تحملوا القرآن ولا تحملوا الإمام علي ولا تحملوا الإمام الحسين وكأنكم تعبرون عن مسيرتهم اشتركوا في القناة